السلام عليكم و مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم دار الكرام تيفي اتمنىكم تكونوا جميعا بخير و على الف خير ان شاء الله اليوم غدي اقدم معكم وصفة اللي هي صحية رائعة القيدة بالزفزف والاهم من ذلك انها اقتصادية و بدون لحوم اذا ندعو على بركة الله بالمكونات و طريقة تحضير فعندنا هنا العدس عندي زلافة عامرة بالعدس و عندي خضيرة كيف كتشوفو عندي خيزو الكوغشات والقرعة الخضراء الكوسة و كذلك عندي القرعة الحمراء اذا بالنسبة للعدس انا اخدي سمعاكم باش تعرفوا يعني بالطبط اش حضرت باش شوفوا ان شاء الله الكمية اللي غادي اعتني في الخر فهنا عندي زلافة ممتلئة بالعدس قربا 1-400 جرام زلافة عامرة بالعدس البلدي و عندي هنا جوج خيزويات ثلاثة ديال القرعة الخضراء هنا القرعة خضراء شوية صغيرات شعاش خضي ثلاثة اذا كان دير جوج خيزو جوج قرعة خضراء و شوية القرعة الحمراء ممكن تزيدوا اي نوع من الخضراء كي سعجبكم اذا شي مرات كان دير حساب طاطا بذلك يبغيوها ولكن صراحة افضل الخضر اللي كي جوجو بزوين بزاف مع العدس هما هادو القرعة بالانواع ديالها بجوج الخضراء والحمراء و كذلك الجزار كي جوجو رائع و ديد بزاف 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 اللي شعاش قرعة بلاصة اما الباقي لا نحيد و اش يعني القشرة اله مفيدة و زوينة بزاف غير الاساسية هو انكم تغسلوها مزيان بنت بل خيزو فقطعوه بالشكل اللي بغيتو الشكل اللي يحب بخاطركم قطعو به قطعو دوائر قطعو مربعات قطعو اللي بغيتو و ممكن كذلك تزينو التقطيع لان الشكل اللي يدرسو كي بقا ليكم فالاخير كتحطوه و تمتعو به قطعت بها بشكل هكذا نبدأ بخيزه نكمل الكمية كاملة نقيته وغسلته نضيفه نبدأ بالطبخ نضيفه كوكوت نضيفه 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 ان نضيفه 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 دائما من الضيف لدينا القشرة مفيدة بزاف بزاف الفوائد كلها مجموعة تمه غير هيركس كل مداوية يعني غصلوها مزيان الى بغينا بالقشرة دينا اذا غادي نوجد صلصة مرة واحدة فيها التوابل فها كل شي باش بلما نبقى انه يعني نخدمه بزاف دلمرات مرة واحدة يعني شغل المعجازات واللداء يا سلام هانتم ما غادي نشوفو يعني ما توقفوش نهائيا فكوزينة اذا فقدرت هنا يا واحد ربع ملعقة دي الفلفو الاسود ولا الابزار واحد نصف ملعقة دي الكامون معي القا صغيرة عامرة دي الملح وغادي نزيد ما زال شوية لان هذا ما غادي شي كفيف في الزلافة كاملة دي العدس درت واحد نصف ملعقة دي القصبر يابس إلا عندكم إلا ما عندكوش ماشي مشكل أصلا غادي ندير القصبر ومعد نوس وكذلك درت واحد نصف ملعقة دي الكوركم ولا الخركم بلدي وواحد الملعقة صغيرة دي التحميره ولا البابريكا تحميرها كيف كتشوفو عندي رمفاش لون حمر بزاف لأنها تحميرها البلدية الحقيقية يعني اللي كتكون صحية وزوينة وخلون ما حمرش بزاف صافوا وطحنتها مع واحد جوج معي القا دي الماء أنا صراحة كنت طحنها بلا ما غير باش نزل ذك شوية دل العطرية اللي بقات لي فقدرس مع واحد المحي يلقى هكذا دي الماء ومنزلتها مو يمنسو ميلة الميكسور هكذا ما كنت طحنش مزيلا فممكن دير واحد معي القا دي الماء وطحنه صافي هيا بعد مطحن تشوفوا معي الصلصفك دي جازة في لحظة يعني غي واحد ضغط هكذا في الميكسور فها هي مطحونة في الخلاط الكهربائي اللي كان خلطه في العصر صافي دا بغضي نضيف لها هاد الشي اللي باقي لي وحنا كمنا نضفت واحد الملعقة دي القصبر ومعد نوس مقطعين وضفت كذلك واحد الملعقة كبيرة دي زيت الزيتون معي يلقوا اللاجوش دا بحلي الكوكوت بعد مدازة 20 دقيقة بالضبط اذا هنا عندي العدس البلدي كي يعطن شي شوية هادا علاش خليته 20 دقيقة اما إلا عندكم عدس دي الكندا فقط نسف المدة 10 دقيق ونحلو عليه 10 دقيق بالضبط ما كان زيتش عليها وكان حل باش كان دير الصلصة والعطرية وهذا الشي وكان خلي واحد خمسة دقيق اضافية اذا هنا كيف شفتوا معي العدس البلدي فخليتوا 20 دقيقة وحليت من بعد فدرت لي العطرية الخراض درت واحد الفلف الحارة اللي كيبغيها ما كان ديرهش في اللول باش ما تتلقشنا الحار يعني الدرية الصغار وهذا كان خلي حسر هاد المرحلة الاخرى وكان خليها غير فوق اللي ما كيبغيها شمي ديرهش ولا ممكن تشويوها باش ما تتحررش الدراري صافي ودرت الصلصة كاملة الى باليكم مش فشي شوية ممكن تزيدوا الماء اذا فناز تغي واحد مكاملش نصف ملعقة نصف زلافة كيف شتو زلافة بقت فيها العصوص فعمرتها ودرتها ماشي كاملة درت معاها منها غير واحد نصف يعني المجموع عدرت ثلاثة زلافة ونصف ديال الماء صافي وانا عاودت ديال الكوكوت وخلي سافق النار هنخليها بالضبط خمسة دقيق اذا بعد خمسة دقيق فكنحل الطنجرة ديالي هانتو ما كتشوفو كيف لقيتها فكاللقى كل شي طب كنحيد لها هاديك الفليفلة باش مكتلقش لي الحار كنحيدا لان الدريمة كيبغيوهاش وكيحمق وعندي هالي لادس خصوصا هكدا بالخضرة يعني الخضرة ما كيبغيواش في اي حاجة كيبغيوهاش في الشوربات في السوبة نضيف الغذاء نضيف الغذاء نضيف الغذاء نضيف الغذاء نضيف الغذاء 20 ملحة تأخذ نضيف الغذاء وشبه بعد الغذاء وضع ملحة نضيفه 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 اذا انتو مكتشوفو فاغديوة اللي هي الزوينة بزاف ممكن تكتفي وباغيها هكذا بوحدها اذا انا درتها ودرت معها الحوت في الفرن سبق ليش حال مرة شاركتو معاكم هادا عليش ما صورتوش فادرت الحوت انا ما كان قليش غي درتوها هكذا في الفرن كي يجي مقرمش و الزوين بزاف غي في الطاوة هكذا مدهونة بواحد القطرة دي الزويتا وكندير الحوت وكندخلو الفرن فهو الخبيز لي وجد كي بشتو معايا خبيز بالقمح الكامل وكنقرصو بانو خالف كي يجي شهوة منو صحي وزوين والديد ما تشبعوش منو وبهات الشكل كان كونو قدمنا لأفراد اسرتنا يعني واحد الغديوة اللي هي متكاملة صحية لديد وزوينة بزاف وبدون لحوم يعني ما كان كتروش نهائيا من اللحوم كنعوضوها بالاسماك يعني اي حاجة بغيتو فواكه البحر تجاج البلدي مرة مرة يعني شي حوي جاتلي هما زوينين وصحيين ولداد بزاف بزاف ولا شي مرة صغير الخضر هكذا والفواكه بدون لوحوم يعني غير نعرفو كيفاش نطيبوهم وكيفاش نمتعو بهم ولداتنا يعني باش نحبوهم في الخضر اذا هذا هو فيديو اليوم اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفتوا منه